قال الإمام ابن قيم الجوزية الثالث أنه سبحانه أمر أن يكون حدهما بمشهد من المؤمنين فلا يكون في خلوة بحيث لا يراهما أحد وذلك أبلغ في مصلحة الحد وحكمة الزجر أراد أن يقول مع كلامي أمس رحمه الله أن حد الزناء له ثلاث خصائص اختص به عن بقية الحدود الخصيصة الأولى القتل بأشنع القتلات كيف؟ من زنى وهو محصن والمحصن هو من تزوج زواجا صحيحا ودخل على امرأته ولو طلق لو لم تكن معه إذن الخصيصة الأولى أن الزاني المحصن يقتل بأشنع القتلات كيف؟ يأخذ ويربط في سارية أو على عمود أو على شجرة أو يوضع في حفره أو يوضع عليه دائرة من الشابك ويرجم بالحجارة الحجارة تنهال عليه حتى الموت إذن لا يوجد في شريعة الإسلام قتلك هذه القتلة أنه يقتل بالحجارة حتى الموت لماذا هذا؟ لأن هذه جريمة وفاحشة هذا هو حدها الثاني أن الله جل وعلا نهى عباده أن تأخذهم بالزناة رأفة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر الرأفة هي شدة الرحمة والكلام الذي قرأناه العجيب كل واحد ربما تخيل نفسه مكانا وهذه المرة يعني يعفى عنه وباب التوبة مفتوح وما أشبه ذلك الخصيصة الثالثة أن الله أمر أن يقام هذا الحد بمحضر من الناس ومشهد من الرجال من أجل العبرة ومن أجل العظة فمن اعتدى فمصيره مصير هذا فيغلق الباب ويسد أمام الذين يتبعون الشهوات والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما وفتنة النساء فتنة وهي فتنة خطيرة هذا من زمن قديم فكيف بهذا الزمن الذي كثر فيه التحمير والتصفير والتلوين وما أشبه ذلك فالحذر الحذر اتقوا الدنيا واتقوا النساء ولا تأمن على نفسك لا يأمنن على النساء أخ أخا ما في الرجال على النساء أمينه إن الأمين وإن تحرز مرة لا بد أن وبنظرة سيخون ذاك العالم الذي قال لو ائتمنوني على ملء البيت ذهبا لوجدت نفسي أمينا ملء البيت ذهب بالأطنان قال ولو ائتمنوني على امرأة سوداء ما وجدت نفسي أمينا فالحذر الحذر تكلم مرة العلامة الوادعي طيب الله ثرى في أواخر عمره لما لم تخرج دعوة خارج البلاد قال أخاف على نفسي من فتنة النساء سبحان الله بعض الناس يظن أنه في مأمن ابتعد واحذر احذر ولهذا الله جل وعلا نهى عن الزنا وعن الوسائل التي توصل إليه ولا تقرب الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا يعني فاحشة استقر فحشه في النفوس وشيء عظيم ولهذا الإنسان كما مر معنا لو سمع بموت المرأة أو تمزيقها أهوى عليه من أن يسمع بأنها زنت فسماعه بموتها أهوى بكثير وبطبقات من سماعه بزناها كما ذكر هذا رحمه الله تعالى قال رحمه الله وحد الزان المحصن مستق من عقوبة الله تعالى لقوم لوط بالقذف بالحجارة طيب قوم لوط أولئك الأنجاس الأرجاس قاموا بهذه الفاحشة الرجل يأتي الرجل قال لهم نبيهم أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون هذا اعتداء فهددوه بالإخراج ويعني شهدوا للوط وآله قالوا إنهم أناس يتطهرون فهذه نجاسة قوم لوط رفع الله قراهم حتى سمعت المدائكة نباحا كلابهم وجعل الله عاليها سافلها وأمطر عليها حجارة من سجيل إذن يقول عقوبة الزاني المحصن مشتق من هذه العقوبة فالله جل وعلا جعل عاليها سافلها وأمطر عليهم حجارة من سجيل إذن هذا الزاني المحصن الذي زنى وثبت زنى باعترافه أو بالشهادة التي اكتمل نصابها أنه يرجم قال رحمه الله وذلك لاشتراك الزنى واللواط في الفاحشة قال الله ولا تقرب الزنى إنه كان فاحشة قال إنه كان فاحشة وقال والتي يأتين الفاحشة من نسائكم أي الزنى وقال في اللواط سبحانه وتعالى أن لوطا قال لهم أتأتون الفاحشة من سبقكم بها من أحد من العالمين إذن اشترك الزنى واللواط في اسم الفاحشة ولهذا أخذ حد الزنى الذي زنى وهو محصن واشتق من حد اللوطي وكما سيأتي معنا اتفق الأصحاب والعلماء على قتل اللوطي لكن اختلفوا كيف كيف يقتل فمنهم من قال يؤخذ إلى أعلى مبنى أو إلى أعلى جبل في البلد ويلقى ويتبع الحجارة ومنهم من قال لا بالسيف ومنهم من قال لا يحرق بالنار نعم نجمع كذا من الحطب في هذا الزمن كذا من هذه أدوات الاشتعال الغاز وما أشبه ذلك ويحرق عضو النجس هذا عضو النجس لا بقى ألا في مجتمع الإسلام ما أولئك الكفار أنجاس أصلا يعني الأمر عندهم سوا زواج المثلين وما أشبه ذلك نعوذ بالله أما بلاد الإسلام فهي بلاد طاهرة من شذ أو انحرف إما السوت أو السيف أو الحجر أسلك الطريق والله جل وعلا قال وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوا ولا تتبع الصبل أباح الله لك أن تتزوج وخلق لك من نفسك زوجة أطيب وأطهر وتنحرف إلى الحرام إذا النفس الشذيرة لابد لها من عقوبة رادعة قال وفي كل منهما فساد وفي كل منهما من ماذا من الزنا واللواط وفي كل منهما فساد يناقض حكمة الله في خلقه وأمره فإن في اللواط من المفاسد ما يفوت الحصر والتعداد ولأن هذه عبارة ولأن يقتل المفعول به خير له من أن يؤتى صحيح يقتل يموت لأنه إذا أتي كما تؤتى المرأة فهذا يعتبر قتلا له وفسادا له وطمسا لهويتك كما يقال ولحياته فيصير في هذه الحياة كالبهيم يعني من نوع البهائم قال رحمه الله فإنه يفسد أو يفسد فسادا لا يرجى له بعده صلاح أبدا ويذهب خيره كله ويذهب خيره كله وتمص الأرض ماء الحياء من وجهه فلا يستحيي بعد ذلك من الله ولا من خلقه وتعمل في قلبه وروحه نطفة الفاعل ما يعمل السم في البدن قتله ودمره والفاعل والمفعول حدهم القتل وقد جاء في ذلك حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول صححه العلامة الألباني رحمه الله قال وقد اختلف الناس هل يدخل الجنة مفعول به سبحان الله يعني اللوطي هل يدخل الجنة ولو كان صائما مصليا قارئا للقرآن قال على قولين سمعت شيخ الإسلام يحكيهما والذين قالوا لا يدخل الجنة احتجوا بأمور منها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة ولد الزنا هذا الحديث عن ابن عمر وفي إسناده جابان وهو مجهول وله شواهد له شواهد نعم اني ولد الزنا المعنى واحد نعم طيب من آين قالوا ولد الزنا هذا الولد لا يدخل الجنة بنص هذا الحديث والزنا فاحشة واللواط فاحشة ولا شك أن اللواط أشد من الزنا المرأة خلقت لهذا لكن لما لم يأتي للعمور من أبوابها يعني حصل له ما حصل قالوا فمن هذا الباب ومن هذا المنطلق لا يدخل الجنة طيب ذلكم الخليفة الذي هو من من نعم لا أظن الولي نعم الوليد بن عبد الملك صح نعم أو من إشام طيب خلاص ننظر تاريخ الخلفة للسيوطي أتى بكلمة عجيبة وذكرها الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية وهذا الأمر خطير جدا الحفاظ على الأولاد ومن علم منه الشر فيوقف فيوقف وقفه جادة وهكذا الأولاد لا يحتاجون إلى تلك الميوعة واللباس الفاضح نعم الخشونة الخشونة فهناك ذئاب قطع الله نابرهم قال رحمه الله فإذا كان هذا حال ولد الزنا مع أنه لا ذنب له في ذلك ولكنه مظنة كل شر وخبث وهو جدير أن لا يجيء منه خير أبدا لأنه مخلوق من نطفة خبيثة وإذا كان الجسد الذي تربى على الحرام النار أولى به فكيف بالجسد المخلوق من النطفة الحرام قالوا والمفعول به شر من ولد الزنا وأخزى وأخبث وأوقح وهو جدير أن لا يوفق لخير وأن يحال بينه وبينه أي الخير وكلما عمل خيرا قيض الله له ما يفسده عقوبة له وقل أن ترى من كان كذلك في صغره إلا وهو في كبره شر مما كان ولا يوفق لعلم نافع ولا عمل صالح ولا توبة نصوح طيب هذا الرجل الخليفة الوليد نعم الوليد ابن عبد الملك ديو النهاية أوسع يعني أتى بكلام وعلق الحافظ ابن كثير أظن في الكلام على قوم لوط انظر ماذا قال هذا الخليفة الوليد ابن عبد الملك مع أنه كما قالوا في ترجمته شب بلا أدب لأنه عاش على الترفه قال السيوطي في تاريخ الخلفاء ومن كلام الوليد لولا أن الله ذكر آل لوط في القرآن ما ظننت أن أحدا يفعل هذا يعني يقول لولا أن قصة قوم لوط مذكورة في القرآن ما جعل بالي أن أحدا يفعلها لأن هذا من نوع الحيوان بل الحيوان لا يفعلها الحيوان لا يفعلها ف إذا حل هذا في بلد فالعقوبة نازلة هو لابد يعني مر معنا فساد الدنيا بالزنا وهذا أشر وأشد من الزنا والعياذ بالله و ابن القيم له كلام يعني طويل رحمه الله قال والتحقيق في هذه المسألة أن يقال إن تاب المبتلى بهذا البلاء وأناب ورزق توبة نصوحا وعملا صالحا وكان في كبره خيرا منه في صغره وبدل سيئاته حسنات وغسل عار ذلك بأنواع الطاعات والقربات وغضب صره وحفظ فرجه عن المحرمات وصدق الله في معاملته فهذا مغفور الله وهو من أهل الجنة فإن الله يغفر الذنوب جميعا وإذا كانت التوبة تمحو كل ذنب حتى الشرك بالله وقتل أنبيائه وأوليائه والسحر والكفر وغير ذلك فلا تقصر فلا تقصر على محو هذا الذنب وقد استقرت حكمة الله تعالى به عدلا وفضلا أن التائب من الذنب كمن لا ذنب له فمن تاب إليه تاب عليه طيب هنا الحافظ ابن كثير رحمه الله ذكر يعني كلاما طويلا من أراد أن يرجع فليرجع إليه في البداية والنهاية عليه رحمة الله شكرا لإلا STEVE